رئيس جامعة الدفاع يزور جمهورية مصر العربية ويلتقي برئيس الاكاديمية العسكرية العليا والاستراتيجية في اطار التعاون والتنسيق العلمي والاكاديمي المشترك الكلية العسكرية تنفذ الاختبار لسنة الثانية لمداتي اللغة الانجليزية والاسعافات الاولية دارس كلية الحرب ينفذون زيارة الى قيادة طيران الجيش برئاسة عميد الكلية عميد كلية القيادة يلتقي بدورة القيادة للضباط الاحداث الرقم 69 جيم كلية الاركان تنفذ فعالية الرمي السنوي للعام 2023 كلية القيادة تنفذ اختبار مادة ورقة خدمة بوقت محدود لطلاب دورة 69 جيم السيد رئيس الجامعة يستقبل ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت صرفت جامعتنا اليوم بحضور السيدة بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة ليلقاء محاضرة على دارس دورة الدفاع الوطني الرقم 25 الموسومة دور الامم المتحدة في دعم واستقرار العراق وتناولت المحاضرة العديد من المحاور واهم المحاور هو كيف تقوم منظمة الامم المتحدة في الاستمرار في دعم العراق من كافة النواحي لا سيما المواضع الخاصة بالنازحين وهناك مناقشات من قبل الدارسين وأسئلة كانت الإجابات عليه شفافة وواضحة بالتأكيد حضور هكذا شخصياتي للجامعة هو دعم للاطلاع على ما يحدث في المستوى الاقليمي والدولي ضمن المنهج لكلية الدفاع الوطني استضافة السادة المسؤولين ومنهم مدراء أو مسؤولين منظمات الدولية في هذا اليوم المبارك استضافة كلية الدفاع الوطني دورة الدفاع الوطني الرقم 25 ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء محاضرتها الموسومة الأمم المتحدة ودورها في دعم واستقرار العراق السيد رئيس الجامعة يهدي درع الجامعة للسيدة جينيني بلاسخارت رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يستقبل الملحقة البريطانية ويأتي هذا اللقاء بمناسبة انتهاء مهامه في العرق تستضيف جامعة الدفاع قائد القوات البرية لإلقاء محاضرة على دارس دورتي الدفاع الوطني والحرب كلية الأركان تجري اختبار فوري مشترك في مدة واجبات الأركان الرقم 3 جامعة الدفاع تحتفي بتخرج دورة اللغات الإنجليزية والأوروبية وشرقية السيد رئيس الجامعة يستقبل السيدة وزير النقل لإلقاء محاضرة على دارس دورة الدفاع الوطني رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يترأس لجنة ترقية الضباط الأعوان في الجيش العراقي